كيقول المثل المغربي اللي ضرباته يدوا ما يبكيش واللي دارت مستهل العقوبة اليوم جبت لكم مستجدات جديدة في القضية ديال نعيمة البدوية اليوم متابعة للكرام تم اعتقال مريم ومنعيم لأولاد ديال نعيمة البدوية تم الاعتقال ديالهم وشدهم في الحبس لأنهم تعدوا على الخالة ديالهم والجدة ديالهم في الغياب ديال الأم ديالهم نعيمة البدوية فمريم كتخرج في واحد اللايف وكتعطرف بشكل تلقائي فقالت بأنها يحتاج لدخلات الحبس رح عارفة اش ندار يعني اكيد القضية عندها حمضة مدام انها يعني اعترفت سواء اعترفت لما اعترفتش فرح تهمة تبتع لها مئة بالمئة لأنهم كانوا شهود وما يمكنش الخالتها وجداتها غير يخرجوا ويقولوا بأنهم رجدوا علينا اكيد القضية عندهم حمضة واكيد غد ياخدوا الجزاء ديالهم ولكن دائما لأبنائهم واللي كي يقلوا عفوا نتقف لسواليدهم في حال الابن ديال مريم لي ما زالت تغوره شنو الدن بدياله باش انا احتيلت حكمات شكل غد يربيه شكل غد يكون معاه صراحة الانسان في وقت الغضب ما كيديرش يعني ما كيبقاش يفكر كيسبقوه يديه هذا علشت الانسان خصو يفكر كيقول لك اللهم امني بتخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص فنعيمة البدوية قد تبرأ من هاته تهمه دي وقد قل بأنها كانت عندها في المحكمة هي والزوج ديالها يعني عند القاضي بسبب دنيا باطمة اللي كانت عفوا ندا حاسي اللي كانت رفع عليهم دعوة وفي هذا النهار اللي وقع ذاك المشكيل فهي كانت في المحكمة عند القاضي هذا علشت برأت من هاته تهمه دي يعني هي خارجة منها بحالة ضربة من اللاجين كيف قلت لكم في الاول جلي فيديو اللي ضربة فيديو ما يبكيش واللي دارتني بيستهل العقبة وهما مدام داروا فاتح الحدود ديالهم وضربوا الخالة ديالهم والجدة ديالهم فاكيد يستهلوا العقابة فحتل هنا متابعينا الكرام كنكون صلت نهاية الفيديو كنشكركم على المتابعة والاستماع كنقول لكم السلام عليكم تغلوا لفراتكم ونلقاكم في فيديو جديد بإذن الله وانوك تشاهدون انتما بسرحة جيدة فالسلام عليكم